كما تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تجهيز المنطقة الخضراء بمحيط المركز الدولي للمؤتمرات لاستقبال المشاركين في قمة المناخ وخلال الجولة أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى حرص الدولة على التوسع في مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية في أنشطة وفعاليات مؤتمر المناخ مشيرة لما يتضمنه الجناح المصري من مشاركات من جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن فتح سبل المشاركة في المنطقة الخضراء بأكثر من فاعلية اشتركوا في القناة